السيدلة أو السيدلية الزخانة هي آخر حلقة الدواء مش أول فيه صناعة فيه توزيع فيه قبل كده بحث علمي طبعا فالحلقات كلها حلقات ما بتقلش كتير عن ضعف الحلقة الأخيرة يعني فعلا هي الشبكة الشبكة دي تحت قمة اللي هي السياسات الدوائية السياسات الدوائية عندنا سياسات الدوائية؟ عندنا هذه الدواء دلوقتي الحقيقة في وجود هيئة السياسات الدوائية قلت عما كان موجود كمان يعني ده رأيي وأنا أستعد أن أجل مع أي مسؤول طيب اشرح لنا حجة جوية دكتور شوف حضرتك نسي أولا السياسات الدوائية أنا بقول سياسات مش سياسة فيه حاجة اسمها السياسة الدوائية اللي هي الحقيقة مصد كتشغالة بيها في الوقت السابق من غير ما يكون العالم عرف السياسة الدوائية لكن الصحة العالمية في منتصف التسعينات أنتجت حاجة اسمها السياسة الدوائية وكان الحقيقة رئيس اللجنة في الصحة العالمية اللي أنتجت هذا اللي هي لجنة دولية كان مصري شعلا كان اسم الدكتور عصام الدين جلال اللي هو أسس مركز الأبحاث والرقابة الدوائية شوف حضرتك إزاي فده السياسة الدوائية لكن لها بنتكلم بقى عن السياسة الدوائية معناها تحتها إيه الرقابة والبحوث تحتها الصناعة تحتها الأجزخنات تحتها تكليف السياسات تحتها الـ R&D Research and Development فالحقيقة أن السياسة الدوائية على بعضيها متلخبطة من زمان ولكن مع الزمن تلخبطت أكتر إذا حضرتك أسنتلي أوضحها فضل فضل شوف حضرتك وهوضحه من منظور تاريخي وبعدين كل جزء ممكن نتوقف عنده فضل معك من منظور تاريخي الحقيقة الأسف الشديد فترة الستينات هي فترة اصدهار الصناعة الدوائية الحديثة لكن هي الصناعة الدوائية الحديثة بدأت مع طلعة حرب في تسعة وثلاثين ففترة الستينات دي رغم كل الجهود اللي حصلت ونعرف إن في هناك سحة تضايق من كلامي بس لازم بش هنتقدم غير اللما أن ينقض بعض طبعا ننقض نفسنا ففترة الستينات مع كل الجهد بتاع الدولة أنها تضم بعض المعامل الخاصة لبعض وتعمل شركة زي شركة مفيس مثلا وأنها تمتش شركة جديدة زي شركة النيل وأنها تحفظ على شركات موجودة وتحولها دقطاع عام زي شركة سيد كان فيه ست سبع عشرين جاد وأنشأت مركز لبحث والركابة لكن الحقيقة مصر لم تقدم أدوية جديدة إلا فترة قبل ٥٢٠ أدوية لم تكن موجودة في العالم كان فيه تلات أدوية تقدمه في آخر الأربعينات وأوائل الخمسينات ومنهم دول حقيقة استمر الشغل عليه بحيث أفز قوي في فترة قوائل في الستينات بس ده كان اكتشف من قبل إلا تلات أدوية دي الخلين والأمويدين بتاع البهاء الخلين بتاع الكلا والحلفابرول بتاع الكلا دي أدوية صعيحة مستخدصة من النبات بس دي من نباتات دي توجدت فترة الأربعينات اللي بيصيرش يعني بيصيرش اكتشاف علمي من الدراسات وأبحاث ده أبحاث اللي تعطل بعد كده اللي حصل بعد كده إيه اللي حصل بعد كده ده هو اللي هيشير لبداية أزمة السياسات الدوائية في مصر فترة الستينات العظيمة دي بالنسبة للتأميم الدواء بها وإلى آخره كان فيها عيب لما نتخلص منه حتى الآن والعيب ده زاد فترة الستينات لجأت الدولة وقتها واسمح لي أقول التوجه كان كده هو أنه نستعين بأهل الثقة وأهل الخبرة جميع بعض بس طبعا أهل الخبرة يعفين أهل الثقة هما الأهم فأهل الثقة بيقولوا أهل الخبرة يبصوا أهل الثقة وشوفوا الرضا مع الوقت تحول بعض أهل الخبرة إلى الرغبة أن يكونوا أهل الثقة دي أنتاجت إيه أنتاجت انحراف في التوجهات معنى انحراف في التوجهات انحراف في السياسة لحد دي مثال له للأسف الشديد في التمانينات والتسائينات لقيت مبدأ الناس كلها طلعت ماشي عليه في مصر أنا عدت برى مصر من 74 إلى 84 ما بين دراسات عليا ما بين دراسات بعد الدكتوراه ما بين عمل في أوروبا في مكانين في دولة عربية شقيقة ساهمت في إنشاء كلية السيدالة لكن لما رجعت بعد عشر سنين فجأت بتوجهات قريبة الأرى أندي دي بش موجود مع أن قبل ما أنا سافر كان الأرى أندي دي مازال موجود نوعي الأرى رسيرش اندفرومنت أو البحث والتطوير يعني أنا والله سنة السبعين لما تخرجت واشتغلت في مركز الأبحاث والرقابة الدوائية وشركة السيد لقيت اشتغلت بإيدي وأنا لسه كخريج جديد على مواد كيميائية جديدة لما تكون موجودة من قبل خلقت في مركز الأبحاث والرقابة الدوائية وكنا شغالين عليها على الحيوانات ووصلت الشغل حتى لترايلز على البناء أدمين لكن ده توقف بعد كذا فكان الجهد موجود ما للثورة ده أسهل الحقيقة هو توقف بقى مع التوجهات الخطأ اللي كانت موجودة اللي هي مع الانفتاح اللي هو بدأ في حدودة 74-75 والتوجهات الخطأ اللي خلت السياسات تبدأ انحراف الحقيقة أنا أقول لحظةك في التمانينات لما جيت لقيت بلاوي البلاوي دي كان أولها إيه واستغربت قوي جدا قاله إيه شوف حضرتك لما حضرتك يكون أنت عدد السكان بيزيد مثلا من 40 مليون هيبقى 60 مليون لازم تزود عدد لما تخبز بنفس النسبة وتزود عدد لما أخذ المزارع بتاعت الألبان مثلا لكن هل معقولة أن هذه العلاقة ما بين عدد السكان والاحتياج للصناعة معينة تطبقها الدواء تقول بها بعدد السكان بيزيد كذا بلازم عدد المصانع الأدوية يزيد كذا لا الدواء ده صناعة هايتك ده صناعة قائمة على البحث العلمي الحقيقة أن أنت تتقدم فيه بسيادة عدد المصانع أنت تتقدم فيه بتطوير البعد البحثي التطويري التكنولوجي الخاص بيها فتلاقي أنت عندك خمس ستة شركة يعني مثلا السويسرا عندها شركات محدودة خلص لكن سيدة في العالم في مجال الدواء فأنت في مصر كده هو فحصل تقدم اتجاه في مصر يعني مسير كيف لا 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 ده كان اتجاه لم أخذ ليس زاكي أنا شاية أقولها يعني ليس زاكي معروف موظف تحرير واللي قال التجاه ده هو زود قطوط الانتاج طبب وانا كان عندي احتياج خمسمائة ألف علبة انسلين بيتمحتاج مليون يعني فأزود قطوط الانتاج ايه الغلط عندك خط انتاج قالك انت تقولوني أزود عدد المصانع لا انت تزود قدرتك على البحث بس هالعدد المصانع